على أي حال الثامنة صباحاً وموعدنا مع موجز الأهم الأنباء مع دينا تقدر يدينا شكراً لك جمانة الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركزة الاستقرار منطقة العربية لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان حيث تم بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل وتقديم حواف الزمالية إضافية لدعم الفلاحين والتعزيز دخلهم وزيادة أربحهم فضلا عن تطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة منظومة الانتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية وكذلك تعظيم الثروة الحيوانية إلى جانب تحسين منظومة السرالات والاهتمام بصغار المربيين يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم اجتماعه الخامس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر وقال المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان إنه من المقرر في هذه الجلسة التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاورة الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية وكذلك اللجان الفراعية الخمسة عشر المنبثقة عنها ومن المقرر أيضا إعداد الملفات والموضوعات التي ستناقش في الجلسات أو ستناقش في الجلسات القادمة للحوار وتحديد الموعد المقررة لها أعنى رئيس فلودمار زيلانسكي تحقيق تقدم في الهجوم المضاد الذي بدأ الأسبوع الماضي على قوات روسية وأشهد زيلانسكي بقواته لاستعدتها قريتين في جنوب أوكرانيا وثالثة في شرقيا إلى جانب المزيد من الأراضي في الشرق أيضا وقال رئيس الأوكراني أنه طلقت تقارير جيدة من قادته العسكريين ورئيس المخابرات حول العمليات العسكرية في أنحاء البلاد قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جاثب بوريل إن شتاء صعبا ينتظر الاتحاد الأوروبي وأوضح بوريل في اجتماع وزراء ودفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي في الحاصمة التشيكية براج إن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة للوضع في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا مشيرا إلى أن الوضع لا يزال صعبا للغاية بالنسبة لأوكرانيا وفي الاتحاد الأوروبي نظرا لتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وفقت حكومة فنلندا على إطلاق حزمة دعم طارئة بقيمة 10 مليارات يورو لمساعدة شركات المرافق التي تأثرت بالتقلبات أسواق الطاقة في البلاد وقالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارينا في مؤتمر صحفي في هالسنكي إن الدعم يتكون من قروض وضمانات ائتمانية وسيساعد شركات الطاقة لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل ويأتي ذلك في وقت تواجه في أوروبا ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة لسيما فيما يتعلق بالطاقة وذلك تضامنن مع تراجع الإمدادات من روسيا وارتفاع أسعارها على المستوى العالمية ويأتي ذلك 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 قالت شركات الطاقة التي تبحث عن شخصين ويأتي أنهم قتلوا 10 أشخاص وصابوا مالايا قلعا 15 أخرين طعنان في إقليم ساسكاتشوان غرب كندا وقالت مساعدت مفاوضة شركات الطاقة الملكية الكندية رواندا بلاك مور في مؤتمر صحفي إن بعض الضحايا كانوا مستهدفين وبعضهم قد يكون عشوائيا وشيرة إلى أن التحدث عن الدافع وراء الهجمات سيكون صعبا للغاية في هذا التوقيت ومن جانبه وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حادث الطعن الجماعي بأنه مروع ومفجع ختم موجز الثامنة فاصل ونرد لحظاتكم لسيكمال باقي فقرات صباحا خير يا مصر ترجمة نانسي قنقر